إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسال العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ والذي يتهدى إليكم عبر قناة زاد العلمية سبحان ربي لا إله سواه هتفت بها بعد القلوب شفاه سبحانه متفرد بجلاله وكماله متفرد بعلاه في سورة الإخلاص نبع جلاله كم ظامئ متعطش رواه في الكون ذرات في ذراته في أرضه وسمائه في الكائنات نراه يا من يصرف كيف شاء قلوبنا وإليه تعنوا بالخشوع جباه بعبارة الإخلاص حين نقولها يصف لنا روض الهدى وشذاه الله نور في السماوات العلا والأرض جل سناؤه وسناه ما قيمة الدنيا ومن فيها وما فيها وما احتفلوا بها لولاه نافذة الأولى أيها الكرام نافذة قرآنية حديث حول الهدايات القرآنية في سورة الإخلاص ضيفنا في ذتنا الأولى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طاها عابدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين مرحبا دكتور طاها حياك الله فضيلة الشيخ وحيا الله المشاهد الكريم ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة مفيدة ونافعة للجميع شيخنا الكريم حديثنا مع فضيلتكم هذه الأمسية حول الهدايات القرآنية في سورة الإخلاص دعنا نبدأ دكتور عن فضل وأهمية تعلم هدى القرآن الحمد لله رب العالمين الذي جعل القرآن نورا وهدى وشفاء ورحمة والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله المستكملين الشرفة ومن سر على نهجهم واحتدى بهديهم إلى يوم الدين الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لإسعاد الإنسان ليهديه من خلاله للتي هي أقوى في حياته أن يعرف من ربه وأن يعرف كيف يعبده وأن يعرف كذلك كيف يعيش في حياته الدنيا بطريقة مستقيمة وكذلك كيف يجعل هذه الدنيا هي مطية للآخرة ولهذا يقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فلهذا من أراد الهدى ومن أراد كذلك السعادة فعليه بالقرآن الكريم فالله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فلهذا أبو جنة لابد أن يعلم المسلم أن سعادته مرتبطة بهذا القرآن هذه القضية الأولى لأن الله عز وجل بيّن فمن اتبع هدايا أي هذا القرآن فلا يضل إذا أبعد الله عنك الضلال أثبت لك الهدى ولا يشقى وإذا أبعد الله عنك الشقاء أثبت الله عز وجل لك الهداية فلهذا القرآن هو النور هو الهدى هو الشفاء هو الرحمة هو الذي به تحيى هذه الأمة الحياة الكريمة فالمسلم من أول ما يبدأ يومه يبدأه بالقرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وآخر ما يختم به يومه يختمه بالقرآن الكريم فلهذا إن القرآن جاء ليهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في العقيدة في العبادة في السلوك في الأخلاق في سائر الحياة سبحان الله أيوة شيخ طاها حسن الله إليكم بعد أن تعرفنا على أهمية تعلم هدى القرآن دعنا ندخل إلى أهمية تعلم سورة الإخلاص بالذات والتي هي مدار حلقتنا لهذا اليوم سورة الإخلاص يكفي في اسمها عظمك هذه الصورة لأن الإخلاص هو خلاصة التوحيد ولكن مما يدل على فضلها وعلى أهميتها كما جاء في صحيح البخار ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ في يوم في ليلته ثلث القرآن قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فنحن سوف نأتي إلى بعض الأدلة التي تدل على فضائلها لكن وردت أدلة كثيرة جدا في السنة تحس على قراءة هذه الصورة وتحس على تعلمها وتحس على احتقاد ما فيها بل لا يستقيم التوحيد لأي عبد مسلم إلا بمعرفة ما جاء في هذه الصورة هذه قضية أولى فلهذا هذه الصورة كسرة الأدلة التي وردت في السنة في الحس على قراءتها وعلى فهمها وعلى تعلمها يدل ذلك على فضل هذه الصورة القضية الثانية إن هذه الصورة يتتحدث عن أهم مقصد من مقاصد القرآن الكريم العلماء الذين تكلموا عن القرآن قال القرآن الكريم من أوله إلى آخره دار في ثلاثة مقاصد المقصد الأول في التعريف بالله تعالى وتوحيده والمقصد الثاني في تعريف الأحكام والطريق الذي يوصل إليه في العبودية والمقصد الثالث في الجزاء ولهذا النبي وسلم قال جزء القرآن إلى ثلاثة أجزاء فعامة العلماء الذين تكلموا تكلموا عن هذه المقاصد الثلاثة فهذه الصورة لأنها في المقصد الأول من مقاصد القرآن وهذا يدل على أهميتها لأنه إذا استقامت العقيدة بعد ذلك يستقيم العمل وبعد ذلك يكون وافر الجزاء لكن إذا كان هناك خلل في الاحتقاد فالأعمال لا يقبلها الله عز وجل القضية الثالثة التي تدل على أهمية هذه الصورة هو أنها ترد على جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام من اليهودية ومن النصرانية وكذلك ترد على جميع الفرق المخالفة لمنهج أهل السمة والجماعة لأن الله عز وجل بيّن فيها كمال الوحدانية وبيّن كذلك تنزهه جل وعلا عن جميع صفات النقص فلهذا هذه الأمور الثلاثة تبين أهمية هذه الصورة وأهمية أن يقبل المسلم على على قراءتها طبعا قراءة لابد أن تكون عن فهم يعني إن شرعت في أول اليوم في رقعتين الفجر وشرعت في آخر اليوم بل وفي صلاة الويتر وشرعت هذه الصورة في أشرف الأماكن والأحوال عند الطواف وفي مواضع يعني كثيرة عند صلاة المغرب إلا حتى إن المسلم يكون مستحضر لصفات الله عز وجل الذي يعبده فهذه الأمور الثلاثة كثرة الأدلة التي تحس على تلاوتها وكذلك المحور الذي تتحدث فيه وكذلك إنها بها يتميز الإسلام والدين هذا الدين الإسلامي عن جميع الأديان الأخرى من خلال هذه الصورة وكذلك بها يتميز أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق إذن هذه الأمور صاحبة الفضيلة تدفع وتشجع على تعلم هذه الصورة العظيمة لكن شيخنا ما هي النصوص والأدلة في فضل هذه الصورة طبعا كون النبي يجعل هذه الصورة إنها تعدل ثلث القرآن طبعا الروايات كثيرة ومتعددة حتى أقسم النبي قال وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن قال العلماء تعديله في الثواب وهذا فضل واسع فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا لا يمكن لعاقل أن يغفل عن قراءة هذه الصورة وكذلك تعديله في المعاني لأن القرآن إما أخبار تصدق وهي جانب المعتقد أو أحكام تطبق وما بقي من ذلك يتعلق بالجزاء في الدنيا والآخرة ولهذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فلهذا هذه الصورة جاءت في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن تنزهه وكذلك مما يدل على فضل هذه الصورة كذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بأن النبي وسلم بعث رجلا على سرية وكان إذا صلى بقومه ختم بهذه الصورة فعندما رجعوا ذكروا ذلك للنبي وسلم فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها قال أخبروه أن الله قد أحبه الله أكبر يعني أنت بها تنال محبة الله وكذلك في الرواية الثالثة مما يدل على عظمة على عظمة هذه الصورة على أن حب هذه الصورة يدخل الجنة والرواية كذلك في الصحيحين الرجل الذي كان يصلي بأهل قباء وكان يفتتح القراءة الأول يختم القراءة بصورة الإخلاص هذا يبدأ بصورة الإخلاص في كل رقعة وعندما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله لما يفعل هذا قال بأنه يحب هذه الصورة فقال له النبي وسلم حبك إياه أدخل كالجنة الله وكلا بل النبي سمع قاري يقرأ بصورة الإخلاص فالنبي وسلم قال وجبت له الجنة كذلك مما يدل على فضل هذه الصورة وعلى الحس من الإكسار من قراءتها سمع كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة فقال عمر إذا نستكسر يا رسول الله نبني بيوتا وقصورا كثيرة فقال له الله أطيب أكثر يعني أنت الآن لكي تعمل بيت يا الشيخ عبد العزيز في الدنيا تحتاج إلى سنوات لكن يمكن في دقيقة واحدة أو في دقيقة ونصف تبني بيتا في الجنة في الصباح تبني بيت وسط اليوم تبني بيت وأن تجالس في أي مكان يمكن أن تبني بيتا يعني في الجنة بل مما يدل على فضل هذه الصورة وعلى قراءتها مع المعوذتين في الصباح وفي المساء ثلاثة مرات النبي وسلم قال تكفيك من كل شيء هي من أعظم ما يتحصن به المؤمن ووردت أدلة كثيرة أخرى يعني في فضلها ويكفي في فضلها أنها خالص في التوحيد الذي هو يعني خلاصة هذا الدين لأننا ما خلقنا إلا لعبودية الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم إذن شيخنا الكريم دعنا معكم نبدأ في حديث ماتع حول هدايات هذه الصورة العظيم طبعا هذه الصورة هي تتكلم في أربعة أمور القضية الأولى في إثبات الوحدانية لله في قوله تعالى قل هو الله وحد والقضية الثانية في إثبات الصمدية لله الله الصمد والقضية الثالثة في تنزيه الله عز وجل عن الولد وعن الصاحبة والولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه القضايا الأربعة هي تمس اللب الاحتقاد وخلاصة التوحيد ولهذا أنت عندما تقول قل هو الله أحد فهذه تفيد أهمية إعلان التوحيد التوحيد قضية ينبقي أن تعلن وينبقي أن يتعلمها المؤمن فأعلم أنه لا إله إلا الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون فلهذا هذه تفيد أولا قل يا محمد وهي تفيد شرف هذا النبي لأن الله عز وجل جعل هذا الإعلان على على لسانه قل وأعلن ذلك للناس وتفيد أن رسالة الإسلام ليست للعرب ولا للجزيرة العربية وإنما ينبقي أن يقال وأن يعلن هذا القول في جميع الناس وكذلك تفيد هذه الآية تفرض الله عز وجل بأن الله عز وجل أحد أولا بالوحدانية قضية تعدد الآله لا مكان لها في الإسلام إن إلهكم لواحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولهذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس ثلاث وما من إله إلا إله واحد ولهذا من هنا يأتي الرد على النصارى ومن هنا يأتي الرد كذلك على اليهود في مسألة إثبات الوحدانية لله وإثبات كذلك الوحدانية لله سبحانه وتعالى في ألوهيته وإثبات الوحدانية لله في ربوبيته وإثبات الوحدانية لله في صفاته لا يعبد إلا الله ولا يحق لمخلوق أن يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى وليس لهذا الكون خالق ولا مدبر ولا شريك مع الله عز وجل فلهذا قل هو الله أحد أحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في وحدانيته وأحد يعني في ربوبيته فلهذا هو الموجد لهذا الكون سبحانه وتعالى هو المصرف له يعني كما يشاء هو سبحانه وتعالى الحي القادر العليم السميع الرحيم لأنه لا يمكن أن يكون أحد إلا إذا تفرد بجميع هذه الصفات وغيرها من صفاته يعني جل وعلا ولهذا قال العلماء قل هو الله أحد فإنها تفيد التعظيم وتفيد المحبة لأنك تدرك أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوم ولهذا ما من صفة كمال إلا والله متصف بها وما من صفة نقص إلا والله منزه عنها لا يشابهه في صفات أحد هو أحد ولا يشبهه جل وعلا يعني أحد ولهذا قال العلماء قضية الوحدان هي قضية واضحة بارزة تحتاج أن تعلن وأن تظهر ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول قل هو الله وحد ومما يدل على وحدانيته وعلى تفرده جل وعلا بجميع الصفات وينبقي أن يفرد في الألوهية ما جاء في قوله تعالى الله الصمد ولهذا قال العلماء هو الذي تصمد إليه الخلايق هو المقصود في الحوائج لا ينبقي أن يلتجع الإنسان لجلب نفع أو لدفع ضر إلا إلى الله عز وجل لأن من معاني الصمد بأنه الذي يعني المقصود يعني في الحوائج المستعان به في المصائب وهذه كذلك تفيد أن الله عز وجل غني جل وعلا ولهذا نحن نقر في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو القائم القائم بنفسه جل وعلا المقيم لغيره وكذلك هي تفيد كمال علمه جل وعلا وكمال حكمته ولهذا ابن عباس يتكلم عن معنى الصمد العظيم الذي كمل في عظمته السميع الذي كمل في سمعه العليم الذي كمل في علمه الحليم الذي كمل في حلمه ولهذا قضية الصمدية هي قضية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكذلك تدل على أن الله عز وجل هو الباقي بعد فناء الخلق لأن من معاني الصمد كذلك معنى البقاء وكذلك تفيد قضية مهمة وهي أنه يعني لا ينبقي للإنسان أن يقصد في حوائجه إلا الله لا ينبقي لأن غير الله ما يملكون شيء ما يملكون من قطمير ما يملكون من مسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إذا كان الله هو الذي يقضي الحوائج وهو الصمد وهو المقيم والقائم على خلقه فلماذا الإنسان يتوجه إلى غيره وكذلك هذه الصورة تفيد أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا ليس له ولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد هذه القضية ينبقي أن تعلن لأننا نحن الآن في بداية السنة الميلادية والناس يحتفلون بالميلاد طبعا هذه النصارى بميلاد من بميلاد إله لا يمكن أن يكون الإله أولد ولا يمكن أن يكون الإله يصلم معايا لا ولهذا إن هذه القضية قضية عظيم لا ينبقي أن تهون تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبقي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد ولهذا هنا قضية يبين الله عز وجل هنا ليس له ولد ولا يمكن أن يكون ذلك ولهذا نحن نقرأ في صورة الكه في كل جمعة ماذا نقرأ في بداية هذه الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسن ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وكيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كما بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن ولهذا نسبة الولد إلى الله عز وجل من أعظم الضلال الذي وقع فيه النصارى ومن أعظم الضلال الذي وقع فيه كذلك اليهود ونسبة البنات إلى الله من أعظم الضلال الذي وقع فيه أهل الشرب فالله عز وجل منزه عن الولد وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس يعني دونه شيء كذلك إن هذه الصورة تفيد كمال غناه جل وعلا نختم يعني آخر الحديث معما الوقت يعني يمضي لأن الله الإنسان يتخذ الولد للحاجة والله عز وجل لكمال غناه فإنه لم يتخذ ولد وآخر ما نختم به تفيد أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا شبيه له لا عدل له وذلك في قوله لم يكن له كفوا أحد ولهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما وقع من وقع في مسائل تأويل الصفات إلا لأنه انقضح في عقلهم التشبيه فالله سميع ليس كسبع المخلوق عليم ليس كإلم المخلوق قدير ليس كقدرة المخلوق وجميع الصفات يثبتها الإنسان لله وهو يقرأ لم يكن له كفوا أحد شكر الله لفضلتكم هذا الكلام الرائع والإسهاب الماتع والله المستعان ما أبعدنا عن هذه المعاني الرائعة وهنيئا لأهل القرآن لمن بذلوا أوقاتهم شبابهم وشيبهم في حفظ كتاب الله عز وجل في تعلمه وتعليمه شكر الله لفضلتكم هذا الكلام نسأل الله أن يجعل ما قلتم في موازين حسنتكم اللهم أمين نسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء شكرا لكم أنتم أيها الكرام فاصل ونواصل بإذن الله إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسالوا العلماء ما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء اشتركوا في القناة